قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا النهار ده عن حارة شخص قاسم غرور بيروح ينقذ بنت بعد ما خطفتها العصابة بس اول ما بيشوفها بيقعفوا حبها وبينتين من اللي خطفوها فترى يامن معهم ايه ولا يقدر ينقذها ولا لا ده لا نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير ويلا نبدأ قصتنا بتبدأ مع الشاب الواسم ده والاسمه شتشانغ واللي بيكون في رحلة ومهمة وبيحذروا علشان فيه اشخاص ماتوا فبنروح لناد الكتال تحت الارض ده واللي بيقدره السيد جيه وبيكون واخد بنت الجمال ده والاسمه ونشيه كجائزة لللي يفوز النهاردة وطبعا الكل بيفرح بس هنا بيكون امسكو شخص وما هنا الكتال بيبدأ مع الاشخاص دول علي من اللي يفوز بونشيه بس الشخص اللي يمسكو بيقوم واللي بيكشف وشه واللي بيكون هو شتشانغة اصلا وبيروح يتحارب معاه وبيكون كوي جدا عليه ومستغربين منه جدا وبيعرف عويته علشان وكان راجل عصابات في النهاية والجيه بيحييه على طول على الكتال بتاعه ده وما هنا بيرروح يطلب جايزته واللي بيكون هو بيحضره المال وبيروح عشان يمسك ايدوين شيه وبتتصدم فبتفكر قبل ثلاث ساعات وقتما كان بتطلب المساعدة من البنت دي عشان بيتردى اصحاب الكروض واللي بتكون الساعدة البنت دي بس بتطلع معاهم وبتمسكها عشان تحل محلها وخيفة تصغ فيه علشان يقيتها كويسة هي اللي جابتها لهنا اصلا فشو بيكرر ان ياخدها معاه وبالفعل بتصغ فيه وبتمسك ايدو وعلشان كاب يشيلها ويمشي بها على طول وبيكرر جيه ان يرقبه ومش هيمشي غالما يعرف عنه كل حاجة وكل دوية مش عايزة يشيلها فبيعرفها في انها توفر قوطها دي عشان تعرف تعيش وبتروح تسكت وعايزة تحافظ على الموقف ده وعايزة يسيبها تمشي وهي تعمل اللي عاوزه بس بيرفض بعد ما وصل اللي هم في ده وبيشيلها ويمشي بيها علشان ياخد الدش سوى وبيروح يخليها تعمل ده بالفعل واستستغربة كبير خصوصا انها تظلمت اصلا عشان تكون كده وكاد جاية تعمل بحثات عنهم فبيروح يوريها ان الرجال بيرقبه اصلا فلازم تتعاون طالما عايزة تكون حية من هنا وبيروح يرماعها السرير وهي بتكون رفضة يحصل وعلشان كاية بيروح بيقرب عليها واستمتبعت الرجال اللي بيكرروا يمشوا بس في الحياة بيقوم بيعالج جرحها ده وبتشوفوا انهم مشوا ممتابعتهم وعلشان كاية بيكرر يسيبها على طول فبيعرفها في انه بيشتغل في شركة امن خاصة وعالتها اللي وظفوها عشان ينقذها بس لسه مش عارف يعمل ده ولازم تسمع كلامه وتكون معه على طول وبيروح يلبسها الحزاء ويتم بيها وعاوزهم يمشوا فالجيا بيعرف معلمات عن شو انه بيحب المال وبيعمل اي حاجة علشانه وده هيكون فرصة ليه بس هنا بياخد يوشان وبيجي ماشي بيوقفه على طول ومش عاوز يمشي مغير موافق الجيا ولما بيروح شان يمنعه وبيروح يضربهم كلهم وبيكون كويس جدا في القتال ومحدش بيعرف يقف قدامه وبيدفع عنها برضو ومن هنا بقى الرجالة بيجوا وبيشوفوا انهم هربوا وبيعرف تحرقاتهم وعلشان كاي بيروح يستخبه اصلا وعايز تاخد الاسلك وتشتغل معاه وتسكفيه بشكل كبير وبالفعل بيكون بيدور عليهم وهو بيكرر يمشوا وبيسيبها اعدل وحدها ولما جاز بيعمل صوته بيشوفها بيروح يضربه وبياخد منه السلاح على طول وبيسبتها مكانها خصوصا ان المكان مش باين اصلا وبيتفق معاها وبيخالات عدة وبينقذها وبياخدها وبيجري بيها قبل ما يتمسكوا بس الجياه بيجي وبيضربه على طول وبيثبته وعلشان كاي بيكرر ان يستسلم ليهم اصلا وبيسيب سلاحه واجه عايزه اشتغل معاه ستة شهور بدل ما يموت وعلشان كاي بيوافق وبيرفض ان يمشي وانشيه على طول وبيخليه يمشي بس بهم رائبة فبيمشوا سواء وبيروح ينام عشان يعرض يفكر في خروج من هنا وبيتكون مش عارفة تنام معاه وعلشان كاي بتروح تنام برا في الصالة ومش مصدقه ان بينام على السرير وبيسبها كده عادي وبيتكرر تروح وتشوفه ونايم بس بيخضها اصلا وعلشان كاي بيكرر يروح ويبصه على طول ويا مش عايزة ده لغاية ما بتضربه بالقلم على طول والحقيقة في انها بتكون نامت وبتحلم اصلا وبيتكون درابطه لما قام بس بيستغرب انها زيت كاف قوة كده وبيتكون عايزة قمس تلبسه عشان مش مرتحب من ملابس دي وعلشان كاي بيروح يقرب عليها بيلمسها على طول وبيسكتها ومش عايزة تقول اي حاجة بس انها بيروح وبيكون عاوز يسيب اي علامات دول على اللي حصل امبارح وده علشان تكون حقيقية وعلشان كاي بتمل نفسها بتعضوا علشان تكون مقتنعة ومنها جيه بيجي عليه وبيفوقه ولما مش بيرد بيكرر يضرب السلاح بس الشوف بيطلع له على طول وبيلاقي الاثار على وين واللي حصل بينهم وبيفرح وبيكون عارف انهم مش بيمثلوا عليهم وبتكرر ان هي تنظف الاوضة وهو يروح يتقابل معها مع شخص واللي بيكون اسمه بياو وبيروح عشان يتولى عمليات تسليم منه وبيكون بيتجر في المخدرات فبنروح لوين شيه وهي بتستمتع بالمكان بس بياو بيشوفها وبيرسل جيه عشان يعمل فعل له عايزه وشوتشانغ بيحس بداء وبيكرر يروح على طول عشان يلحقها وبيشوف ان بياو اخدها وميشي وبيكرر يروح عشان يلحقها منه وبيكون ماشي بسرعة وية متخدرة مع بياو اصلا وبيروح شوتشانغ بيعدي من اي حاجة علشان يوصل لين اللي لما بتفوق بترفض ان يقرب عليها خالص بس ان شو بيوقف في العربية وبيروح للياو بيهدده بالسلاح وبياخذ ونتشيه وبتروح تركب معه على طول وبيستغرب علشان هو ازاي بيشتغل مع جيه ويعمل كده وبيروح يمشي على طول قبل ما حد يعمل حاجة ومن هنا بياو بيرروح وراه ومش عاوز يسيبه وبيغبط في عربية شو اللي بيخلي بياو يعمل حادث في الآخر وبيروح بياه على طول وبيكون بينقذها بيعمل عمله وبيفرح وبيلاقي في ان في الجهة تتبقى في العربية وعارفين مكانه علشان مايهربش اصلا وجيه بيجي لها على طول وبيمثل فيف ان بيبوس فيها وعاوز يروح ويعتزل لبياو علشان اللي عمله ده واللي بيكون بياكل مع جيه وبيحاول يخليه كويس وانه يبعت لبنات وانه عشان يوافق هياخد سبعين في المية وعلشان كاي بيروح يدايقه وبيحدي فيه السكينة وبياكل علشان ماحدش يتأمر عليه اصلا وبيكرر ان يقتل الشخص الجديد ده معاه خصوصا انه ماقتلش حد قبل كده وعلشان كاي جاء بيقتله وانه هنا بيخلي شومه اللي يعمل ده وان بترفض عشان اما هنا عشان يحققوا السلام مش القتل وعلشان كاي بيطمنها علشان ده يضمن انه ما يفضلوا عايشين اصلا وبيروح بكل برود ياخد منه السكينة وبيقتله على طول ويستمقوا ان شيء بتكون خايفة منه جدا وخصوصا ان ما بيقرب عليها وبتفضل شايفة في انه مجنون وعلشان كاي بيعرفها في ان ده طبيعته واجيه بيسيبه هو ورجالته وبيمشي خصوصا انها بتشوف ان ماقتلهش اصلا وجرح نفسه وخلي بيو يعيش ولازم يفكر في الهروب قبل ما تكتشف ده ومن هنا بتروح عشان تطمن على ايده وتطهرها وبيكون رافض انها تعمل ده علشان مش لازم يبقى فاقية مشاعر لها وبيزعلها فجيه بيكون شايفة ان شوبة واحد منهم وبلاش يرقبه بس لسه مش فاهم ان ازاي في يومين يكون عاوز يحمل بنت ده وعلشان كاي بتيجي البنت دي واللي اسمها تشاوفاي ودي تبقى بنت جيه وبتكرر انها تختبره فبيعد الوقت وشو بيفضل يتحارب مع الاشخاص التانيين وبيكرر يوري وانشان حركات شوية وهي عشان كاي تمسكه وكلهم بيستغربوا وفجأة جيه وتشاوفاي بيتيجي وبتروح تقرب منه وبتحاط قصر عليه خصوصا ان دي بنت جيه وبتخليه يروح معها علشان تختار ملابس واللي بيختار لها زي ما هي عايزة وبتروح تجرب بملابس دي وبيردرها في استان ده وبيعرفة في ندمه وساعده فتروح معاه وبلاش تقلق ومش عاوزة تسيبه لواحده اصلا بس بتصك فيه في النهاية فانا شاو بتطلع وبتكون عارفة انه اخد مال من وين ويسابها تمشي مع عايزة رضيق عشان تخليه يعيش والحنم هنا بيوصلوا اصلا وينده بيخفش ايه من ان حد يشوفها ويبقى تعصبه على شوق واللي بيكون مع الشاو وبيكون بيقرر ان يقتلها بس ان الرجال بيجوا اصلا لهناك وبواجيه بيجي وعلشان كان خططه في ان يقتلها بتفشل فبيعرفوا بانه كان متحالف مع وين واساب البنت تغرب وبيكون مستعدة لقاتله على طول ويبقى يركزين في بعضهم الاثنين اصلا ويجيه مستعدة يعمل ده ويبقى يسأله على مكان وين وعلشان كده وين بيجي من ثاني وبتظهر وده بيخلي شو مصدوم بشكل كبير خصوصا انها ظهرت ويبقى رح تدي رأيه فيها وعلشان كان يكرر يشيلها ويمشي على طول وطبعا شاو مصدومة من انهم كانوا بيشكوا فيه ويجيه قرر انهم مشيرقبوه من ثاني وبتتكلم عن انهم يكونوا في امان وبيفكر في ان ممكن يكون جوزها وبيتصدم علشان ازاي شو يكون يا بتحبه فبيعرفها في انها رجعت عشان تحمي من الموت ومش عايز ده ومش عايز تكون غبية كده وبيمشي عشان يروح الحفلة وبيكرر ان يشرب معاهم بما انهم رجالتوا بقى خلاص وبالفعل بيشربوا كلهم سوا وبيفضل شو يشرب بدلها ومش عايزها تشرب وعلشان كي بيكرر يخليها ترجع عضوتها وهم يلعبوا سوا على حسب رغبة تشاو وبالفعل بيعدل وقته وبسكروا كلهم جامد وشو بيكون سكران بس راجل ده مش كويس خالص ومن هنا تشاو بتروح وبتحاول تتقرب منه وتخليه يلمسها بما انها حطت حاجة في المشروب بتاعه وانه يتخليه معاه على طول وبتروح تعمل ده والشخص التاني بيروح عليها وعاوز ان يلمسها وعلشان كي بتضربه وبتدفع عن نفسها وبتروح لشياو اللي بتفضل ترفض انها تقرب منه علشانها مجرد راجل ومش عايزها تكون معاه ولما بتكونها تفاوه وبيشدها ويبوسها على طول وبتخليها تمشي وبيطلب منها انها تاخده الدش بارد علشان يكون فيها كده ولما الالعاب النارية بتحصل بيعرفها في انهم لازم يمشوا علشان الرجال تدخلوا مبنى ويعرفوا يهربوا واستمر الرجالة بيكون سكرانة وبيروح يتفقوا هيهربوا ازاي اصلا والجزء بيخلص علينا فيترى شوشي هيهربوا ولا لا دعنا اعرفوا الجزء الجاي تابعونا فمن تنسوشوا اللايك والاشتراك في قناة تفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي سلام